هي إحدى ينابع منطقة راس السبعين ببلدية السبعين بيتيارت تتواجد هنا منذ عقود من الزمن وقد اختلفت قصص هذه الينابع التي تعد بسبعين ينبوعا أو يزيد لا زالت تتدفق إلى اليوم ويقصدها الكثير من المواطنين خاصة الباحثين عن علاج مرض الكلا فرغم وفرة وعذوبة المياه بهذه المنطقة إلا أنها لا تزال غير مستغلة محليا لتبقى مهمشة ومعزولة ولا يستفيد منها مئات السكان فمنابع راس السبعين تبقى منطقة سياحية بامتياز وتنتظر فقط اهتمام السلطات من أجل تهيئتها وتحويلها إلى فضاء قابل للاستثمار السياحي خاصة استغلال مياهها الطبيعية